تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة حلقة اليوم عن منتخب بريطانيا اللي مش موجود في كرة القدم لو بتشوفوا الأولمبياد بشارك منتخب اسمه بريطانيا في كل الرياضات بما فيها كرة القدم لكن غير ذلك مش موجود ما بتشوفوا بتصفيات كأس العالم ما بتشوفوا بتصفيات أمم أوروبا في حين بريطانيا أو المملكة المتحدة هي الكيان السياسي الحقيقي دولة فيها أربع دول نسمع فيها كلنا سكوتلندا إيرلندا الشمالية ويلز وبالإضافة لإنجلترا لو نروح على الأمم المتحدة في دولة اسمها المملكة المتحدة ما في سكوتلندا ما في ويلز ما في هذا الموضوع كلهم بيحملوا نفس جواز السفر لما يتنقلوا حول العالم طب شو قصة إنهم في كثير رياضات تلقاهم منتخب موحد وفي بعض الرياضات الأخرى بتلقاهم أكثر من اتحاد مثل الرقبة وكرة القدم القصة بترجع إن إنجلترا هي اللي صنعت كرة القدم الحديثة مش اخترعت كرة القدم هي اللي وضعت قوانين كرة القدم الحديثة وهي صاحبة فكرة بالأساس المنتخبات والمباراة الدولية في مباراة شهيرة جدا صارت عام 1872 بين إنجلترا واسكوتلندا تعتبر أول مباراة دولية في التاريخ وتعتبر لحظة تاريخية في تطور كرة القدم تلك المباراة شهدها آنذاك 4000 متفرج وانتهت بالتعادل السلبي وأولدت بعدها فكرة إن كرة القدم تنافسية أكثر من مجرد مصانع بتلعب ضد بعض أحياء بتلعب ضد بعض تجمعات سكانية بتلعب ضد بعض إنها ممكن يكون مستوى التمثيل فيها لمستوى دول وفعلا نعرف إحنا الكرة القدم كانت كثير مدفوعة في البدايات من فكرة الكرة الدولية قبل التحول للأندية في الفترة الأخيرة اتحاد الدول اللي كرة القدم اتأسس عام 1904 نضمن له تسع اتحادات ما كان منها الاتحاد البريطاني أو الاتحادات اللي كان اسمها إنجليزي، سكوتلندي، ويلزي وغيره التسع منتخبات اللي موجودين شعروا إنهم فقدين لنوع من الشرعية إنهم يكونوا أساس كرة القدم لأنه اللي وضع قوانين كرة القدم واللي بلش يلحب كرة القدم والمنطقة اللي أكثر شغفت بكرة القدم كانت مش موجودة في الفيفا فكان لابد من تدخل بريطانيا لما إيجت تدخل في الفيفا إيجت ألمانيا قالت لا أنتوا دولي واحدة ليش جاي اللي بأربع دول هنا كانت مناكفات سياسية بنعرف التوتر الألماني البريطاني أنا ذاك لكن نتيجة الحاجة والضرورة لدخول بريطانيا كرة القدم مع هذا الاتحاد والفيفا حتى يصبح تشريعات بريطانيا القوية تشريعات دولية ومقدروا وزعوها كانوا خلاهم يواققوا يدخلوا أربع اتحادات مش واحد مع إنها دولة وحدة الانضمام كان عام 1905 فأخذ فيفا شرعية كثير مهمة إنه الدولة مهد كرة القدم الحديثة هي اللي صارت معنا بفيفا هي اللي حتساعدنا بنشر اللعبة كانت لحظة حاسمة من يومها الجميع سكت على وجود دولة وحدة بأربع اتحادات في فيفا إلا ربما لما شدت كثير بريطانيا على قصة استضافة قطر وروسيا لكأس العالم لمح أحد مسؤولي الفيفا قال هم خليهم يسكتوا لأنه بالأخير هم إحنا الإمكاننا نحكي هذول دولة وحدة عم بلعبوا بأربع اتحادات وبيخذوا أربع أصوات في الهيئات العمومية وهذا الشي ربما يكون غير قانوني بس طبعا الموضوع سكت كثير لأنه فكرة إنجلترا سكتلندا وويلز فكرة كثير معقدة في بريطانيا كثير معقدة لها علاقة زي ما تسرب في الماضي عن توني بلير وغيره في مسألة الحفاظ على الاتحاد البريطاني إنه يحسوا بنوع من الاستقلال فكرة القدم جزء كثير من هذه اللعبة بالنسبة لهم فكان طبعا ملف لازم لا يفتح عشان هيك صعب نشوف منتخب اسمه بريطانيا صعب نشوف نشوف ريان جيز بلعب مع بيكهم بلعب مع سكولز كان في نفس الفريق يلعب في كأس العالم عشان هيك كثير لعبين آيرلنديين شماليين يجوا أساطير ما قدروا يشوفوا كأس العالم وولزيين مميزين ما قدروا يشوفوا كأس العالم فكرة حصلت في الماضي واستمرت من عام 1905 حتى يومنا هذا نوصل هنا إلى تهالحلقة بذكركم أن يوم أمس في برنامج الأستوديو كنا مستضفين أحمد عفيفي وتكلمنا في كثير قضايا حابت تسمعوها والسلام عليكم ورحمة الله